بعد هجوم دنيبرو الذي نفدته القوات الروسية والذي أسقط عشرات القتلى والجرحة موسكو تعلن تدمير خمس طائرات مقاتلة من طراز SU-27 في قاعدة جوية قرب منطقة بولتافا على بعد حوالي 150 كم من الحدود الروسية قائد القوات الجوية الأوكرانية وصفت ضربة روسية بالبروباغندا مشيرا إلى أن الضربة المدمرة الحقيقية هي تلك التي شنتها أوكرانيا الاثنين على مستودع ذخيرة روسية في شبه جزيرة القرمة التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014 لتصبح بمثابة قاعدة خلفية لعملياتها العسكرية ورغم تصريحات المسؤولين الأوكرانيين الذين قللوا من أهمية الهجوم الروسية فإن تحليلات خبراء تقول إن عمليات القصف التي استهدفت القاعدة الأوكرانية تظهر الصعوبات التي تواجهها كييف فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والتهديد الذي يحيط بالطائرات الغربية التي من المنتظر أن تحصل عليها أوكرانيا فمنذ انطلاق الحرب الأوكرانية الروسية تطالب كييف حلفاءها الغربيين بضرورة تزويدها بطائرات مقاتلة من صنف F-16 الأمريكية حيث تعهدت دول من حلف شمال الأطلسي بتزويدها بعشرات الطائرات وبتدريب أطقمها وذلك في عملية تسليم باتت وشيكا ترجمة نانسي قنقر